شفت سورة البروج الله جعلها لأجل من؟ سورة البروج الله عز وجل جعلها لأناس أحرقوا جريمتهم أنهم آمنوا بالله وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد شفت شلون يضع السلاح على ناس إما أنك تقول ربي بشار أو تقتل؟ هذه مقصص اليوم نشوفه بعينه اليوم نسمعها بآذاننا شفت الجثث في سوريا يا أخوان لأحياء أحرقوا ما في جرح ما في رصاص ما قتل وهو حي موجود الأفلام الفيديوهات أحرق الرجل وهو حي قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم شنو جريمتهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إحنا إش دخلنا بسوريا؟ من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم لأننا نحن مسلمين الحمد لله لأننا عندنا إيمان بالله جل وعلا لأننا نعرف أن القرآننا واحد وربنا واحد وشريعتنا واحدة ما تفرقنا حدود ولا زدود ولا جنسيات ولا استعمار فصل بيننا هذا كلها سوف يرمى إن شاء الله في ويجعل في زبالات التاريخ سترجع الأمة أمة واحدة بوعد النبي صلى الله عليه وسلم ما معلنا سوريا؟ سوريا لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فضلها وذكر يمكن بعضكم ما سمع بهذا الحديث في آخر الزمان يكون جند بالعراق وجند بالشام وجند باليمن فسئل النبي صلى الله عليه وسلم مع أي جند أكون؟ قال عليك بالشام عليك بالشام فالملائكة باسطة أجنحتها كل هذا بركة لهذه الأرض إنها الشام التي قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم عنها إن الإيمان إن الإيمان إذا كثرت الفتن بالشام إن الإيمان إذا كثرت الفتن بالشام الشام اللي كنا نراها منطقة وبلاد عادية حالها كحال كل بلاد المسلمين بلاد عادية اليوم شوفوا الثورة التي فيها يربيهم الله عز وجل لأمر آخر شوف كل شعاراتهم ما لغيرك يا الله ما لغيرك كل الأمم تخلت عنهم صح أو لا لا كل الشعوب تركتهم كل ساسة العالم تنكبت لهم وأعطتهم ظهرها فعلموا أنه لا ناصر لهم إلا الله عز وجل شعارهم حسبنا الله ونعم الوكيل وسينقلبون بخير يعطيهم الله عز وجل إياه الله عز وجل يريد خيرا لهذه الأمة تأخير النصر هذا أنا أرى أنه خير خير لهذه الأمة ما ندري ماذا يريد الله عز وجل لهذا الشعب كل قطرة دم تروى بها تلك الأرض المباركة إنما هي حياة لهذه الأرض ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتها بل أحياء عند ربهم يرزقون ليش أنتوا الآن هابين لأجل الشام؟ أقول لكم أمر قلتها أمس بالتلفزيون لأول مرة يا أخوات بلا حزبية ولا عنصرية ولا تحيز ثورة ليبيا تونس مصر اليمن ثورات مباركة لكنها صفحة وكفة وما يحصل اليوم في سوريا كفة أخرى ومرحلة جديدة في هذه الأمة نعم إنما حصل إنما حصل في تلك الثورات المباركة مرحلة في الأمة صح لكن ما يحصل اليوم في سوريا مرحلة أولا هي معركة بقاء بقاء لهذه الأمة إما أن نكون أو لا نكون وبإذن لا سنكون أمة باقية أثنين ما بعد سوريا وأذكركم بكلمات هذه سيتغير أمر كثير في هذه الأمة ما بعد انتصار سوريا وبعد قيام الأمة مرة أخرى في سوريا وعودة الأمة للنصر في سوريا سيتغير أمر كثير خاصة في المنطقة عندنا سيتغير ميزان القوى وأمم بإذن الله عز وجل شرها سينكسر ومشروع ضخم يريد لهذه الأمة شرا سيزول بإذن الله عز وجل عشان شيء لما يقولون للناس اش معنى سوريا ما يفهمون أن سوريا ستغير تاريخ الأمة بإذن الله جل وعلا